اشتركوا في القناة الى جلالة الملك المفدى معالي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت خلال استقبال جلالته له في قصر الصافرية هذا اليوم حيث نقل الى جلالة تحيات وتقدير اخيه صاحب السمو امير دولة الكويت الشقيقة وتمانية سموه الطيبة لشعب مملكة البحرين بدوام الرخاء والتقدم ورحب حضرة صاحب الجلالة حفظه الله بوزير الخارجية الكويتي وكلفه بنقل تحياته وتمانياته الخالصة لأخيه صاحب السمو امير دولة الكويت الشقيقة بمنفور الصحة والعافية وللشعب الكويتي الشقيق بالمزيد من الرفعة والازدهار واعرب جلالته عن اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية المتميزة والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين في ظل الحرص المشترك على تطويرها وترسيخ دعائمها واكدا جلالته على همية التشاور والتنسيق المستمر بين الأشقاء لدعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة بما يخدم المصالح المشتركة يلبي تطلعات الشعوب واشد جلالة الملك المفدى بالدور الرياضي الذي يطلع به صاحب السمو الشيخ صباح لحمد الجابر الصباح في تعزيز العلاقات البحرينية الكويتية ومساعيه الدعوبة لدعم مسيرة العمل العربي المشترك والدفاع عن قضايا الأمة العربية والحفاظ على مصالحها وأمنها كما جرى خلال اللقاء بحث مجريات الأحداث في المنطقة وأهم المستجدات إقليميا وعالميا إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك من جانب عرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي عن شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة واعتزازه بجهود جلالته في ترسيخ علاقات التعاون المتميزة بين البلدين الشقيقين مثمنا المواقف الأخوية التاريخية المشرفة لمملكة البحرين وشعبها تجاه دولة الكويت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر